بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدات مش هقدر أخفي إن أنا ما زلت متأثر بجمال الهجرة وأنوار الهجرة وإن الهجرة ما زالت حتى الآن أنوارها ساطعة ومستمرة معاه وخاصة إذا كنا نتكلم عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينفعش إن إحنا وإحنا بنتكلم عن الهجرة وفي أجواء الهجرة وأجواء الصفحة الجديدة والحياة الجديدة ما ينفعش إن إحنا ننسى ننسى إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيخرجنا دايما حتى الهجرة خرجتنا من ديق زواتنا إلى ساعة رب العالمين سبحانه وتعالى وده كان بحكمة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جعل وأجرى على لسانه وأوحى إليه ما به يوسع مفهوم الهجرة عشان احنا كمان ما نتحرمش من مفهوم الهجرة ومن أكتر الأحاديث اللي بتخلينا نحس إن مفهوم الهجرة خلى الهجرة قيمة الهجرة مش حالة الهجرة قيمة فخلى الهجرة عشان كده نقول مثلا نقول التقويم الهجري هذا تقويم شريف ما القيمة إن انت لو وصفت بيها أي حاجة تبقى شريفة وعشان كده في حديث مهم جدا 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 بخلينا نحس بتوسيع مفهوم الهجرة حضرة النبي وسع مفهوم الهجرة بأشكال كتيرة وحديث كثيرة لماذا؟ لكي لا يحرم الناس اللي زينا اللي ما عاشروش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما عاشوش معه صلى الله عليه وسلم ما يكسرش خطر ويجي بقى حديث من جوامع كلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بيقول أن رجلا سأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك إيه ده؟ ده أوسع كثير من مفهوم الهجرة من مكان لمكان قال أن تهجر ما كره ربك وهما هجرتين هجرة الحاضر وهجرة البادي فأما هجرة البادي فيطيع إذا أمر ويجيب إذا دعي وأما هجرة الحاضر فيا أشدهما بلية وأعظمهما أجرا الحديث ده أخرجه سيدنا الإمام النسائي سيدنا الإمام أحمد واللفز ده بتاع سيدنا الإمام أحمد وهو حديث صحيح تعالوا نسمع الحديث ده لأن بعض الناس ممكن ما يكونوش سامعوا هذا الحديث من قبل وإحنا عصدين أن احنا نسمع الناس ونعلمهم أن الهجرة مفهوم واسع من جهات متعددة وأنا أعرف الجهة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم واسع بيها مفهوم الهجرة هنا لما سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الهجرة أفضل قال أن تهجر ما كره الله وهما هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادي فأما هجرة البادي فيطيع إذا أمر ويجيب إذا دعي وأما هجرة الحاضر فهي أشدوهما بلية وأعظموهما أجرة هنا بقى باب جديد وإحنا مع بدايات السنة ومن بدايات شهر محرم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بينقلنا في رحلة جديدة مع حضرته صلى الله عليه وسلم مش في رحلة الهجرة بس لكن في رحلة كمان الخروج إلى الوسع الخروج إلى البركة الخروج إلى العطية الربانية وإحنا عارفين أن الهجرة كما حافظت هجرة حضرت النبي كما حافظت على الإسلام وضمنت السلامة والسلامة من العداوة الشديدة اللي كانت في مكة كمان مفهوم الهجرة المتسع ده بيضمننا إحنا كمان إن إحنا نشوف الحياة من عند الله تعالوا نشوف فمن كانت إجرته إلى الله ورسولي فإجرته إلى الله ورسولي تعالوا نشوف الهجرة كده من عند الله إزاي تكون الهجرة من عند الله اللي بيتبادر لنا لما نسمع مفهوم الهجرة إن الهجرة هو انتقال من مكان إلى مكان لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دائماً يوسع علينا عشان يعطي لكل الناس نفرح فتتحول الهجرة مع حضرت النبي انتقال من حال إلى حال بس هنا في هذا الحديث اللي احنا سمعينه حديث رسول الله عليه وسلم لما سأل الصحابي الصحابي تربى على أن الهجرة مش هجرة واحدة ده فيه هجرات زي المهاجر من هجر ما نهى الله عنه فهين كمان فيه بعد فسألوا أي الهجرة أفضل يا رسول الله بيسألوا إيه الهجرة الأفضل قال أن تهجر ما كره ربه فالهجرة ما بقتش أن تترك المكان الذي لا تستطيع أن تعبد الله فيه إلى مكان تعبد الله فيه لا أن تهجر ما كره ما كره ربك يعني أن تهجر ما يكره الله ما يكره الله سبحانه وتعالى وإحنا عندنا في اللغة العربية في البلغة اسمها اكتفاء لإيه اللي حاصل وحذف ما يعلم جائزه اللي هو ما يعلم إيه أن تهجر ما كره ربك طب بقيت الكلام إيه إلى ما يحب ربك طب لماذا لم يذكرها لأنها معلومة ولو قالها لأنقصت المعنى من زادته وكأن القصة هو أن أنت ماذا أن تترك ما كره ربك تعالوا بقى نقول حاجة مهمة جدا 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 الهجرة أن تهجر ما كره ربك تعالوا نقف هنا شوية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يؤدم لنا بعد تاني في مسألة النهي أن تهجر ما نهى الله عنه هنا فيه المنع يعني فيه الحذر أني في الحديث التاني المهاجر منهجر ما نهى الله عنه يبقى هنا الهجرة منصبة على ماذا؟ على الحذر والمنع هنا في الحديث يدينا بعد تاني وبعد الكراهية أن الله سبحانه وتعالى مش بعد الكراهية بالمفهوم ده لكن بعد ما يكره خلينا نقول كده عشان الناس ما تفتيرش إن احنا بنكلم عن الكراهية بعد ما يكره إن فيه أشياء في الحياة لا يجب على الإنسان أن إيه؟ أن لا يجب على الإنسان أن لا يطبع العلاقة بينها يعني إيه؟ في حاجات ما ينفعش خالص لو أنت مهاجر يعني وعايز تهجر ضيق الحياة إلى ساعة الحياة ما ينفعش تطبع العلاقة ما بينك وبين بعض الحاجات هو ده معنا الكراهية إن فيه حاجات ما بينطبعش فيها العلاقة زي إيه؟ ما بينطبعش العلاقة مع الفاحشة ما بينطبعش العلاقة مع المحرمات ما بينطبعش العلاقة لأن أنت لو طبعت العلاقة مع المحرمات ومع ما يكره الله أنت في الحقيقة كده هتظل مع نفسك الأموارة بالسوء آه يعني نجمع ده مع حديث رسول الله سلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله طب هو ليه قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله طب هي هاجر من إين؟ قال له هي هاجر من نفسه هي هاجر من أفرأيت من اتخذ إله وهوى فيخرج من تأليه هوى النفس إلى الله ده شيء مهم جدا لأن بعض الناس أفكارهم تبقى أهم عندهم مما يحب الله مش هنقدر نتجاهل اللي بيحصل في الوقت اللي احنا فيه دوات لما ييجي حد عايز يطبع في حياتنا مع ما يكره الله مش هنقدر مش هنقدر بأي حال من أحوال إن احنا نرضى بأي شكل من أشكال التطبيع مع الفاحشة ولا التطبيع مع ما يغضي بالله سبحانه وتعالى ولا التطبيع مع الشزوز مش نقدر بيكره ربنا سبحانه وتعالى ده الله يكره هذا يكره هذا لا يحبه فأي شكل من أشكال التطبيع ده يخلينا محلك سر يخلينا لا نزكي أنفسنا وما يحشلش التزكية مجتمعية بالحكس المجتمع ينحدر ياريت اللي بيعيش مع ما يكره الله بيبقى حاله زي ما هو لكن المجتمع كله بينهار فميبقاش فيه هجرة ما يتبينيش مجتمع جديد آه ده نم الهجرة قدمت لينا نموذج نموذج إيه؟ أن يتحول المجتمع إلى قيمة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة هاجر لكي يجعل المجتمع قيمة فعمل مجتمع جديد بفكرة عبقرية هي فكرة الإخاء فأخرج الناس من العصبية القبلية وصنع فكرة رائعة مبتكرة وهي فكرة الإخاء عشان يصنع المجتمع على أساس الله ما يحب الله فيبقى فلان ده أخوه مش بناء على أخوة النسب ولا عصبية النسب ولكن بناء على الله فأصبح مرضات الله ومحبة الله هي المحور هي التي تدور عليه المدينة فانبنى المجتمع على ده أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يؤاخ المرأة أخاه لا يؤاخه إلا لله ما زي بقى بتاعات الجماعات المتطرفة إنه بيعملوا كده ويطبقوا على المسلمين لا ده في بناء المجتمع ده ما عكسه عملوا عكس مراد حضرة النبي ده حضرة النبي عمل ده عشان يوصل الأمان المجتمعي والسلام المجتمعي إلى أعلى درجاته لما ينتقل إلى المدينة المتنوعة إلا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبنى فيها المجتمع فلذلك احنا مش نقدر نعمل أي حاجة بتهدد قيم المجتمع ولا منظومة أخلاقه لأن ده يكرهه الله طيب ربنا وما هنا بقى نقدر نفهم بقى هو ربنا سبحانه وتعالى بيكره ليه بيكره إيه وليه ربنا سبحانه وتعالى بيكره بمعنى أنه ما فيش حاجة بتضيقه حشية تعالى عن ذلك علوة كبيرة ليه لأنه ما فيش حاجة بتأذي الله سبحانه وتعالى أم ربنا بيكره بيكره ليه بيكره لأجلنا يكره لأنه يريد أن يقول أن هذا فيه مضرّة لكم زي إيه زي حديث رسول الله صلى إن الله كره سمعنا يا رسول الله كره لكم مش كره له لكن إن الله كره لكم يعني تجنب ما يكره الله هنا سيعود نفه لكم لا على الله يبقى إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال ويضعت المال يا الله حاجات مهمة وإننا نعرف أن دي مكروهة عند الله فأنت عشان تبقى مهاجر لازم تترك هذه السلاسة طب إيه اللي حصل إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال طب دي لما نتركها إيه اللي يحصل الإنسان يحافظ على كرمته ويحافظ على قيمه ويحافظ على الحياة ويحافظ على السلام المجتمعي تخيل كده لما نبطل قيل وقال نبطل أي حد يسمع خبر يقوله أي أي خطف الأعراض الناس تخط فيه أي كلام عن أي حد نتكلم فيه تخيل كده لما نكره إحنا إن إحنا نكون خواضين في الأعراض أو نخوض مع الذين خاضوا أي حد بيقول أي حاجة أنشر وشير ونتكلم ونكتب بسطات ونقول رأينا طيب حد فينا تبين لا محدش تبين فيحصل إيه يحصل إن إحنا نضيع في بعرفنا ربنا كره لنا قيل وقال ليه لأن قيل وقال دي أنا أقول لك شيء قيل وقال تقطع عليك الطريق للحق لأن تحت قيل وقال تضيع الحقيقة الحقيقة تضيع تحت ركام قيل وقال والحقيقة هي الجسر اللي بروح بها إلى الحق سبحانه وتعالى ونذلك ربنا قال وكونوا مع الصادقين لأن الصادقين بيعيشوا بالحقيقة فيصلوا إلى الحق فتحت ركام قيل وقال تضيع الحقيقة ونعيش بالإيه بالكذب وإن الكذب يهدي إلى أعوذ بالله إلى الفجور أعوذ بالله وإن الفجور يهدي إلى النار أعوذ بالله فقيل وقال تعمل كده وكاره لنا أيضا كثرت السؤال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن كثرت السؤال مهلكة لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوقكم تسوقكم يعني إيه؟ تخلكم سيئين وقد تقبلوا السوق وقد تعيشوا بالسوق ففيه حاجة اسمها السوق المجتمعي السوق المجتمعي إن المجتمعي يرضى بالسوق ويتعامل مع السوق إمتى؟ لما يكسر السؤال لما يكسر السؤال إيه اللي حاصل؟ دي رخرة تجعل المجتمعي يصاب بحاجة اسمها إيه؟ التشتت المجتمعي تلاقي بدل ما إحنا عندنا هدف واحد ومجتمعين وعندنا رؤية عايزين نحققها تلاقي كل واحد بيعمل حاجة تلاقي ده في البيوت فتلاقي الناس إيه؟ تذهب الريحهم يتنازعوا وتذهب الريح فإيه اللي حاصل؟ فما بقاش في قوة عارفيني الهشاشة اللي عند الناس دي جاي منين دلوقتي؟ من هذا التشتت المجتمعي فالناس ما بقيتش تجتمع على شيء للأسف يعني ده من كثرة السؤال كلام 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 وده يقول وده يقول وده يقول وده يقول لكن احنا لو كنا أصلا مشينا على نهج الله سبحانه وتعالى المنهج اللي بيقول لنا إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا محاضة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة السؤال وربنا كره لنا كثرة السؤال كثرة السؤال مش معناها أننا ما نسألش كثرة السؤال معناها أننا ما نضيعش الحقيقة بأسئلة لا معنى له ولا حقيقة لها ولا تنفعنا في تنميتنا ولا في تطورنا ولا في ترقينا في أسئلة كده أسئلة المقصود منها بس هو إحداث ربكة وفي أسئلة في الحقيقة كل اللي فيها مش فلسفة فرغة بس مش فلسفة فرغة بس ده أسئلة كل المقصود منها والعزو الله هو تشكيك الناس إحنا كلنا عارفين نوع الأسئلة ده اللي كل الحكاية أن الناس تشكك الناس في حياتها وفي دينها وفي كل مجتمعات طيب اللي بعده وإضاعة المال يا الله على إضاعة المال الناس طبعا فكرين إن إضاعة المال إنهم ما يروحوا يرموا بفلوس في أي حاجة هم الوقت مش مال إضاعة الوقت اللي بيحصل على مع وسائل التواصل الاتماعي كل الإضاعة دي مش جدد نوع من أنواع إضاعة المال فين الرشادة طيب ربنا بيكرهوا ليه لأن من أكثر الموارد التي يصعب تعوضها هو الزمن الوقت فاللي بيضيع وقته ده بيضيع ما يمكن به أن يكون سبب من أسباب ساعة رزق فشوف المهانة اللي عتحصل للإنسان واحد قاعد يضيع وقته يضيع وقته يضيع وقته فإن نتيجة مش لاقي مورد يمكن أن ينفق به على أولاده أو ينفق به على نفسه أو يحافظ على كرمته فأصبح مهان يبقى إحنا فهمنا أن ربنا بيكرهرين الحاجات لأن هي لو عشناها إيه لا يحصل عن عيش في مهانة وعن نشتفعين وعلى هامش الحياة زي مثلا الحديث اللي أخرجه الإمام السيوتي إن الله تعالى كره لنا ستاً إيه يا سيدي العبث في الصلاة يعني أنت مع ربنا سبحانه وتعالى وتعبث في الصلاة يا أخي يتق الله خليك وقوموا لله قانتين لازم تكون قانت يعني إيه يعني عارف أن أنت بين يدي الله فإيه اللي يحصل فتفتح باب قلبك مش إنك أنت تصلت جوارحك على قلبك يبقى العبث في الصلاة إيه تاني والمن في الصدقة أهوز بالله ليه طيب لأن ربنا ونهانا أن نحن نتبع صدقاتنا منًا وأذى طب ليه ولا تكون قلاتي نقدت غزلها ده نقضي للغزل ده صدقتك يا سيدي خلاص بتنتهي يبقى أول حاجة العبث في الصلاة تاني حاجة المن في الصدقة تالت حاجة الرفض في الصيام يجي يصوم يفضل يعمل حاجات كلها تخرجه عن الإمساك هو ممسك يعني رجل بيحترم هذه العبادة العبادة اللي بتربيه فإن اللي يحصل وكأنه بيستهين بالعبادة فيذهب تلك الفرصة اللي ربنا ادهاله عشان يكون في حالة خلوة مع الله في حالة اقبال على الله في حالة تفرغ ليه ما بينه وبين الله فإنه ليه وأنا أجزي به بعد كده وضحك عند القبور يا راجل أنت القبور دي بيتمر عليها عشان تذكرك بالآخرة يعني تأخذك إلى التقو ودخول المساجد وأنتم جنب ويدخل المساجد وهو إيه؟ جنب وآخر حاجة وإدخالوا العيوني البيوتة بغير إذن إن أنت تتجسس على بيوت الناس وده يأخذنا إلى مفهوم أوسع جدا 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 للهجرة اللي هو مفهوم إيه؟ أن تترك ما يهينك أن تترك ما يشينك أن تترك ما يعبث بكرامتك وعشان كده الحديث الرسول الله يقول إيه؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه تبناها عنه ليه؟ لنه يفسد عليك حياتك إحنا هنقول شوية إجراءات كده تخلي الهجرة تعيش في حياتنا لأن الهجرة في مقام عالي قوي 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 في حيات الناس فإحنا محتاجين نخلي الهجرة تساعدنا على إن إحنا نعيش حياتنا مع مولانا سبحانه وتعالى لأن الهجرة زي ما نجي في الحديث إذا كانت الهجرة هجرتين هجرة الحاضر وهجرة البادي فهو عايز يقول إيه؟ إن البادي وهو في باديته وهو بعيد هجرته إنه لما يؤمر بأمر يطيع ولما يدع يجيب لا تعالى إيه وهجرة الحاضر ده بقى شده باليه لإيه؟ لأنه بيهاجر وهو في نفسه بيهجر كل المغرات وكل الشهوات وكل المؤذيات إلى الله سبحانه وتعالى وعشان كده هي أعظم في الأجر وفيه وفيه الابتلاء وفيه الاختبار إحنا نعمل إيه بقى؟ تعالوا نقول كده هو نقول كده مع السنة الجديدة إن إحنا نويين إن إحنا نكون مهاجرين إلى الله سبحانه وتعالى مهاجر إلى الله إزاي؟ أول حاجة أنا أقولك تلات حاجات لازم كل يوم تتأكد إن أنت هجرتها وذهبت إلى الله أول حاجة أن تهجر المظلومية وأن تهجر الإحباط وأن تهجر العشوائية دولة تلات حاجات ما ينفعوش إن أنت ما تهجرهمش تهجر المظلومية إزاي؟ كيف تهجر المظلومية؟ إن أنت تراجع ما كان في حياتك وتعرف إنه هو تلات تربع وكان خلاف في وجهات النظر بينك وبين الناس وأن تهجر الإحباط بإنك أنت كل يوم يبقى عندك أمل جديد في الله سبحانه وتعالى وتسيبك من كل اليأس والإحباط اللي بيحصل عند الناس ده تلات حاجة أن أنت تهجر إيه؟ تهجر العشوائيه؟ وتعيد تنظيم حياتك بناء على رؤية للسنة الجديدة اللي أنت عتعيشها ده أول شيء ده أول الإجراء أنا أقوله لك تاني إجراء مهم إن أنت تعمله أن أنت تبتدي حوار جديد مع أهل بيتك سواء مع أخواتك إذا كنت شاب سواء أو كنت صبي أو مع أولادك إذا كنت كبير ابتدي حوار معهم جديد قلهم تعالوا في السنة الجديدة دي تعالوا نهجر ما يكره الله إيه اللي بيكره الله سبحانه وتعالى في البيوت؟ الله يكره في البيوت إن الناس تكون صدرهم مليئة بالوجع مليئة بالضيق لإن من كان عندهم فضلوا ظهرين فليعود على من لا ظهر له ربنا بيكره إن البيوت تكون في شيقاق لإن ربنا سبحانه وتعالى بيحب إن البيوت تكون فيها مواد ورحم اتصلحوا واتكلموا مع بعض في حاجات جديدة تخليكم شركاء في المستقبل مع بعض اتشاركوا مع بعض في عمال جديدة ولو ما كانت عندكم اتشاركوا مع بعض في خدمة الناس اتشاركوا مع بعض إن انتوا تزوروا ناس محتاجين وتساعدوهم اشتركوا مع بعض إن انتوا تخففوا عن بعض الألام والوجع ولو ما لقيتوش اشتركوا مع بعض في إن انتوا تسمعوا بعض ده هيكون حياة جديدة مختلفة آخر إجراء أنا كمان شايف إن احنا ممكن نعمله ونهجر فيه ما كره الله إلى ما يحب الله سبحانه وتعالى إن احنا نكره اعتدادنا بنفسنا ربنا لا يحب الإنسان اللي دايما شايف نفسه على الصواب دائما واللي شايف إن كل حاجة بيقولها لازم تتنفس اعطي مساحة نفسك إن أنت تتجرب حاجات جديدة تكلم الناس واسألهم أنتوا شايفيني ممكن أكون أفيد لنا أن أنا أعمل إيه وجرب ابتدي جرب النهاردة أن أنت تكون أقل كلاما وأكثر صمتا جربوا أن أنتوا تصمتوا وجعلوا الصمت ده عشان تتفكروا في نعمة ربنا فيه وبعد ما تتفكروا قولوا الحمد لله يا من جعلتنا غرق في نعمك واجعلتنا محل نظرك فيا من أغرقتنا بنعمك واجعلتنا محل نظرك اجعل نظرنا دائما في استثمار نعمك ننرى جميلة وصلك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا سادة صفحتنا اللي دائما بتكون واصل لنا وبينكم صفحت بلنامجنا ولا تعسره اللي بدايما بتوصلنا بحضراتكم بتجعلنا دائما معاكم في فضل وبركة ونور زي ما انتوا سبتونا نور من أنواركم بأسئلتكم المباركة واحنا بنخصص له وقت زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي عشان نجاوب عليها السؤال الأولان اللي وصلنا بيقول ايه عندي ابني عنده 17 سنة مضمن لعبة على التليفون اللي هي لل 24 ساعة السماعات في ودانه 24 ساعة السماعات في ودانه لدرجة ظهره نحنى من قعدة التليفون ده كلام أمهاتي بس برضو ممكن طبيا يكون حصل يبقى ظهره نحنى من قعدة التليفون وهو اسمه معتز كفاية كده معتز كفاية ما تزوديش عن كده وهو اسمه معتز يريدت يا شيخ تفوقه من اللي هو فيه ده والده مخليه يشتغل معاه ممكن الزبون يسيب المحل ويمشي لما يشوفه مش شايف شغله كويس طيب الحقيقة يعني اللي حضارك بتقولي ده هو حال كثير من أولادنا ليه بقى يبدو والله وأعلم يعني احنا محدش نزعج يعني يبدو والله أعلم ان احنا كان يجب ان احنا كأباء وأمهات نؤهل لهذه اللحظة الفارقة في حياة الإنسانية اللي هي ايه اللحظة الفارقة في حياة الإنسانية جيل جيل زي هذا جيل الألفية هذا الجيل أنا آسف يعني جيل له سمات مختلفة تماماً عن سمات جيل التسعينات والثمانينات حتى والسبعينات لأن دولة لسه أظن جيل التسعينات وجيل سبعينات أظن ان أولادهم المفروض ان هم كبروا على ان هم يبقوا من جيل الألفية شوية أو حتى ممكن ندخلهم معهم ايه يا سيدي الحكاية الحكاية ان احنا عندنا جيل مختلف تماماً انت كده بتشرع عنهم اللي هم بيقولوا لا 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 خارس احنا بنحل دلوقتي احنا مش دلوقتي انا مش بجلم عارفين ايه اكتر حاجة ممكن معتز يخليه ما يسمعش كلامي حضرتك ان هو ما يفهمش اللي انا فهمه آه يبقى اول حاجة بنصح حضرتك قبل ما بنصح معتز ان انت تفهمه معتز لان المعتز محتاجه يتفهم طيب زي ما رسول الله كده كان فهم سيدنا أنس وحدة تنامي من فهمه لسيدنا أنس فسيدنا أنس بقى عسل سيدنا أنس مين بقى سيدنا أنس والدته لانه هو شخص شخصية مستقلة وبين عليه انه هو يبقى حاجة مهمة والدته راح اتعامل ايه والدته لحضرت النبي عشان يفضل معاه كده فيتعلم منه بالملاحظة بالمعايشة يعني يعني هي رحته عشان يتربى بالمعايشة مع حضرت النبي فيقول خدمت رسول الله عشرة سنين فشوفوا ملاحظة سيدنا أنس فلم يقل لي لشيء فعلته لي ما فعلته ولا لشيء تركته لي ما تركته فعل كده ما تعلمش من حضرت النبي لا اتعلم وعشان كده أنا بقول لحضرتك أن السيد معتز وانت سمعني يا سيد معتز هو عنده صفات مختلفة عنده صفاتين أولى لحضرتك من الصفات يعني مش دي صفاتين بس لكن في صفاتين مهمين أن حضرتك تعرفيه في السياق ده السفة الأولانية أن هو شديد الصلة بالمشاهدة بيحب المشاهدة جدا إحنا كنا عندنا شديد الصلة بالخيال والصورة هو شديد الصلة جدا جدا بالمشاهدة بيحب يشوف يحب دايما أن يشوف وهو شايف أنه هو قادر على التعلم الحر يعني هو قادر أنه يستفيد لوحده كده فهو وعاده مع التليفون هو بيقول أنه هو قادر يميز ما بين السواب والخطأ وقادر يتعلم من الحاجات اللي هو بيشهدها حتى لو كانت لعبة هو بيقول كده أنت حضرتك بتقولينه لأ لعبة يعني لعب هو بيقولك لعبة لأ الإنسان يستطيع أنه ينتفع بكل حاجة حتى لو كان اللعب حضرتك بتقولينه لأ أنت بتكذب وبيقولك لأ أنا بتكلم بجد فحنا عندنا وجيتين نظر دلوقتي دلوقتي النظر بتقوله أنه هو ممكن يستفيد من اللعب من اللعبة دي بيستفيد إيه لو قعدت معي يقولك أنا بستفيد استراتيجيات بستفيد تكتيكات بستفيد كذا فمش هتلاحق عليه فهتسمي اللي هو بيعمله ده تلماضة وأنه هو بقى ضلالي وأنه هو بقى بيحور لا هو ده اللي بيعتقده بس احنا مش قادرين نفهم ده لأن الفكرة النسبية خلت الإنسان ممكن يقول أنه هو يستطيع أنه ينتفع من أي حاجة أي أن كانت الحاجة دي طيب دي بدي أول حاجة الحاجة التانية أنه لما لاقي ابني قاعد على اللعبة 24 ساعة فبداية الحكاية دي هي شكل من أشكال الهروب وهو بيهرب من شوية حاجات أول حاجة أنه هو بيهرب من عدم الاهتمام أو بيهرب من تصور أنه أنت مهم عندي لمعنى معين والمعنى ده مش فيك فبيروح هو يلعب لعشان يجد نفسه مهم يبقى أول حاجة أنه هو هربان أنه محدش منتفت له أو هو هربان لأن حد قاله أنت هتبقى مهم عندي لو أنك أنت متفوق أو أنت بتسمع كلامي أو أنت مشارك معانا متعبنا فمحدش قبله كده حاف لازم يبقى هو بيدفع حاجة عشان يتقبل والمشكلة عند جيل زيت هو مسألة مهمة جدا أن هم بيحبوا أن هم يتقبلوا زي ما هم هم شايفين كده أن كل واحد فيه حلوته وجماله فعايز يتقبل زي ما هو الحاجة اللي بعد كده أنه قاعد الوقت ده كله لأنه هو في الحقيقة ما تعلمش إزاي استثمر حياته فهو إيه اللي حاصل فبيستثمر حياته في متعة أو بيحصلها وخاصة أنه أنت بتكلميه بيقولك أنا ما مأزيش حد مش ده أحسن من أن أنا أروح أأزي نفسي أو أأزي غيري فأنت لازم تفهمي ده كله آخر حاجة عنده أنه قاعد كده لأنه شايف أن الحاجات دي بتثيره وهو شايف أن الحاجة دي أحسن إصارة من الحياة اللي هو بيعيش طب نعمل إيه بقى أول حاجة ببساطة خالص إحنا لازم نقدم له بدايل والبدايل دي تكون بدايل حقيقية إيه رأيك أن البدايل دي تكون أنه هو نقعد مع بعض ونسمعه وبيعرض وجهة نظره في الحياة وجهة نظره في اللي بيتسمع وجهة نظره في الأغاني وجهة نظره في حاجة نسمعه ومش من أول مرة أصلي يجي مثلا في البيوت يقولوا إحنا والله يعني إحنا عملنا كده وما حصلت ما وصلناش للنتيجة مش من أول مرة إحنا عندنا الولد بقى له سبع سنين تمن سنين عشر سنين هو قاعد أنت نفسك بسمياه مدمن فلازم هو يتعود أنه هو ياخد على حاجة تانية اسمها المشاركة فلازم هو نعوده على أنه هو يبضي رأله ويسمعه وما فيش منع أنه نفتح قضية ونقوله أن نسمع كلام معتز المرة دي ومعتز يتكلم نقوله والله الكلام ده مهم جدا جدا وما تبقاش الأوقات طويلة جلزي ما بيحبش الأوقات الطويلة يبقى اللي حاصل نقوله تعالى ونكمل المرة التانية فيجد المسألة المرة التانية كويسة ونبتدي نتداخل معه في الحوار ونبتدي نطور الكلام ده معتز أنت في الحقيقة محتاج أن أنت ما تبقاش روبوت روبوت أنت محتاجة تبقى إنسان طبيعي فلازم تكون مع أهلك هما لو مش قادريني يفهموك ابتدي أنا قلت لولدة حضرتك أنها تسمعك ممكن بعد إذنك تخصص لها نص ساعة كل يوم تعرفها عليك هي محتاجة تعرفك لأن هي لو عرفتك ممكن هتشوف فيك حيات حلوة كتير وأنا هاخد عادة عليها أن هي تسمعك لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقدر الأطفال وأنت مش طفل أنت شاب ملو العين لو سمحت روح كلمها وما تخافش أنا عارف أن أنت تقول لي هي ما تسمعش كلامي بتدنرفز من كلامي روح كلمها ولو سمحت إيباله كلامه لأنه كلكم راعي وكلكم مسؤون عن رعاياتي يا سادة فاصل ونرجع أن نكمل معكم أسئلتكم المباركة ولكن بعض الفاصل رجعنا حضرتكم مع أسئلتكم المباركة اللي بتملاق قلوبنا سعادة بالمشاركة معاكم والوجود معاكم في مجلس العلم وأنوار ربنا سبحانه وتعالى وتتنزل علينا وتبرك قلوبنا وتفتح أفاق جديدة جدا 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 لرؤية الحياة من عند الله سؤال بيقول ما حكم ما حكم ترك الزوج لبيته ورعايته ورعايته آه مفروض ورعايته يعني والذهاب للقهوة وطلعب الشطرنج كل يوم من بعد المغرب إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل مع العلم أنه بيقول ده حقي أريد أن أرقف أرفع عن نفسي أنتم ما تعرفوش إلا أنا فيه من ضغوط العمل طبعا هي بتقول ما حكم ترك الزوج لبيته طبعا إحنا ممكن الأسهل إن إحنا نقول إن ده كله حرام بس الأهم إن إحنا نزل إزاي نحل المشكلة دي إحنا عندنا شخص عنده ضغط في العمل فبيقرر إنه هو يعمل حاجة استلح عليه الرجالة أنا عايز أفصل ولما تسأله عايز أفصل إزاي يقولك أنا عايز أشد الكوبس أشد الكوبس يعني أنقطع عن أي حاجة ليه علاقة بالعمل وأعيش ساعة ولا اتنين ولا تلتة فبتسرح منه إنه يعيش إيه المدة دي من صباحة صلاة المغرب يعني دلوقتي المغرب تمانية تمانية ونص صلى المغرب تمانية ونص لغاية يعني يعود له كده أكتر من ست ساعات أو ست ساعات طيب ست ساعات دي ربع اليوم ربع اليوم كتير؟ آه كتير اليوم ما بيتقسمش بالطريقة دي اليوم بتقسم عبارة عن ثلاثة الصحة ربع آه تلتة اليوم بالصحة للنوم والأكل والشرب طيب والتلتة التاني للأهل والعبادة والعلاقة بربنا والتلتة التالت للعمل التأسيمة لو بازت التأسيمة دي اليوم باز نعيدي التأسيمة دي تاني تأسيمة الأولانية البدن والصحة تمان ساعات على الأهل تمان ساعات تمان ساعات دي تشمل ايه؟ على الأقل ستة نوم واتنين أكل والشرب وتمان ساعات عبادة والعبادة دي عبادة منزلية إن أنا أقوم بما يسعد أولادي ويحافظ عليهم وأجلس معهم وأصلي وأصوم وأعمل كل الكلام ده ده التلتة التاني تلتة الأهل وبعد كده فيه ايه؟ التلتة بتاع الشهر تلتة الأهل ده بيبقى فيه الصلوات وفيها قيام الليل وفيها المحبة وفيها قيام خدمات الأهل وفيه تمن ساعات بتاعة الصلاة بتاعة الشهر تمانية 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 فين بقى الشواء بتاع الفصلان دول؟ أنا أقول حاجة المفروض إن من وسط التمن ساعات بتاعة الأهل التمن ساعات دي هي تمن ساعات الألاقات يدخل فيها الفصلان هنا يعني فصلان في الأساس بيكون مع الأهل تبقى الأصدقاء يدخلوا في التمن ساعات بتاعة الألاقات دول طيب إيه حكم الزوج بقى؟ إذا كانت تمن ساعات دولة بيتاخدوا كلهم للأصدقاء ويترك الأهل أكيد اللي بيعمل كده داخل في قوله في ناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإثم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول يعني إيه اللي حاصل؟ يعني ده خطر اللي حالك بتحكيه ده ده مجلبة للفتنة فالرجل اللي بيعمل كده بيفتن أهل بيته بيفتن أولاده بيفتن أولاده بيفتن كل من حوله بيفتن كل من حوله بيفتن أولاده بيفتن كمان زوجته ويضيع كل ما يجب أن يكون عليه وعشان كده مسألة بسيطة عايزين نعمل إيه؟ نعمل ببساطة خالص نظام إيه النظام؟ إن احنا نعيد جدولة هذه العملية العملية دي بهذا التصور حرام لأنها توقع صاحبها في أنه يضيع من يعول والله لو قلت إن دوات أريحلي من إن أنا أعمل مشاكل مع زوجتي لا الأريح إن أنت تسحلي مشاكل مع زوجتك طيب والله ده أحسن من إن أنا أروح أشرب مخدرات لا الأحسن إن أنت تصلح بين زوجتك وما تشربش مخدرات فأنت ما تخيرناش ما بين إيه؟ ما بين السيء والأسوأ لا ده حرام أنت لازم تعمل ببساطة خالص إن أنت تحافظ على أهل بيتك وذلك لازم تكون أنت بتعمل الكلام ده يبقى الحل إعادة جدولة هذا الأمر ويحصل ثلاث حاجات أول حاجة جلوس ومصرحة الزوج يصارح بأنه بيهرب من البيت فيصارح الزوج بدا وهي تتفق معاه على إنها تجعل البيت بيئة مناسبة للمشاركة ثم نتفق مع بعض على ما يمكن من خلاله نجدد في حياتنا وشوفوا حلقات التجديد الحياة اللي إحنا بنتكلم عنها التجديد الزواج لو سمحتم ارجعوا الحلقات اللي إحنا عملناها آخر حاجة لو سمحتم لازم كل البيت يشترك في الحوار ده لإن في حاجات كتيرة إحنا ممنقاش شايفينها بيبقوا الأولاد شايفينها ولازم هم ببساطة خالص يكونوا داعمين لفكرة التغيير في حياتنا كلنا وده شيء مهم جدا 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 السؤال اللي بعد كده بيقول إيه جوزي بيرسل ليه أموال الصدقة وأنا أهلي على قد حالهم فأعطيهم من الفلوس دي بس مش بعرف جوزي علشان شكلي قدامه ومش بعرف ومش بعرفهم إن دي صدقة هل دا حرام إن أنا أخبي على جوزي إذا كان زوج حضرتك قال لك إن الفلوس دي صدقة للمحتاجين ومنبهش عليك إن أنت ما تديش منها لأهلك وإن الصدق وإن أهلك فعلا محتاجين آه يا جوز إن أنت تدي لهم لإن هو فوضك في دا وإعطائك لأهلك بالعكس دا يمكن يكون أكثر ثوابا يعني إنت كده أدخلت نفسك في الثواب ويتحقق المراد فاللي إنت بتعمليه دا حلال ومش حرام ومين قال يا جماعة إن إحنا لما نيجي ندي الصدقة للناس لازم نهرفهم إن دي صدقة أبدا يبقى إذن إنت إذا أعططيهم الفلوس وحصلوا عليها ومعرفتيش زوجك دا جائز هيفضل بقى سؤال بس هم بيحسوا إن الفلوس دي من عندي أنا إنت بتصراحي بإن الفلوس دي من عندك لا ما تقوليش ما تقول لهم لا تخبرهم كذبا تقول لهم الفلوس والله دي من فلوسي أنا الشخصية ما تقوليش كده لإن دا وتمش حقيقي دا مش هو دا مش صدق لكن لو أعطتيهم الفلوس وأخدوا الفلوس دي وردوا بيها فده جائز وليس فيه أي شيء يبقى دا وات مباح هل يجب إن أنا أقول لزوجي إن أنا ديت الفلوس لأهلي لا ما يجيبش علي إلا في حالة واحدة إلا إذا كان هو نبه عليك إن أنت ما تديش الفلوس لأهلك بقى أنت محتاج إن أنت تتفق معاه الأول خلص إن أنت هتديها لأهلك لأنهم محتاجين يبقى إذن إذا عطتيهم المال ليس هناك حرمة في ذلك لأنهم مستحقين لهذا المال وهذه الصدقة وخاصة لو كان من الصدقة وما كان شيء من الزكاة السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا متجوزة أربع سنين معايا ابني سنتين ونص وجوزي مد من مخدرات وأتعالج كتير وبيرجع تاني وأهله كل مرة بيشتكوا ويطلعوا ويطلعوا مبررات ده غصب عنه ده مرض وأخذ حاجاتي كلها باعة على الشرب وآخر مرة كان بيتعالج أمه ضغطت علي علشان أدفع معاه الإيجار المكسور من شغلي ودفعت واستحملت منهم بهدلة وإهانة وضرب عشان ابني وأنا مليش حد يقف معايا ودلوقتي هو خرج من المصحة وابتدأ يرجع تاني لمخدرات وأنا سبت البيت ومحد السأل فيه وهو مش عايز يطلع وأنا تعبت من بهدلته وإهماله وعدم مسؤوليته للبيت وولين بيت بيت ولينا أعمل إيه السؤال ده السؤال ده متكرر وهو سؤال في غاية الصعوبة إيه صعوبته صعوبته أنه محتاج في الحقيقة أنه نحن نقف بجدية على هذه الحالة وإلى أي مدى وصل هذا الإدمان وإلى أي مدى الشخص ده مسؤول عن تصرفاته ولا لأ وعشان كده أنا شايف أن السؤال ده عشان أقدر أجاوب عليه بشكل صحيح لو سمحتم أنتو الاتنين تواصلوا معنا وتعالوا نتكلم بشكل دقيق جدا جدا في مركز الإشارة الزواجي لأنه إحنا لو ما عملناش كده إحنا ممكن نقول كلام يضر ومش ينفع لما منقس بشكل صحيح مدى الضرر الواقع على أطراف الزواج ده لأن في الحقيقة الإدمان في الحقيقة مخيف الإدمان مرعب الإدمان مدمر وعشان نقدر نعرف ده ممكن يوصل إلى أي حد من التدمير ده محتاج مباشرة إن احنا نشوف الناس بمباشرة أي حد يجاوب على ده من غير ما يشوف الناس ويئيس احتمال كبير يكون ظلم الطرف من الطرفين يا سادة احنا النهاردة تكلمنا على الهجرة وأنا بطلب من الناس اللي عندهم بلوى الإدمان وبلوى إن هم بيصرفوا على نفسهم وفي ملزاتهم وفي طاعة هواهم إن هم يخلوا بالهم إن هم مسؤولين عن بيوتهم وإن أول ما يوسأل عنه العبد ما استرعاه الله تعالوا نفتح صفحة جديدة وتعالوا نتكر على الله وعلى مدد ربنا عشان نفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب العون والمدد وربنا سبحانه وتعالى من بنساش حد حتى ولو كان أسائل أدب مع مولانا حتى لو كان هجر رحمة مولانا ربنا ربنا سبحانه وتعالى لم يهجره وسيفتح له أفاق وسيفتح له الأبواب فتعالوا نبتدي ما هذه السنة المباركة نبتدي حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى ونستقبل مدد الله ولا تيأس ولا تحزن لأن الله معك تعالوا نتوكر عن ربنا فربنا سبحانه وتعالى أبوابه مفتوحة وأبداً ما أغلق بابه أمام أحد مهما كان منه يا رب العالمين أعننا واجعلنا واثقين من أنك تعطينا وتكرمنا وأن مددك ما انقطع عنا أبداً يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الراحمين يا أكرم الأكرم يا أكرم الأكرم